السيدات والسادة مساء الخير أحيانا عندما يعود البعض بذاكرتهم إلى الماضي ويتذكرون أحداثه ورجومه وإبداعاته فإنهم يصفون هذا الماضي بأنه كان الزمن الجميل مع أن سنة الحياة تقول دائما أن الزمن الجميل يمكن أن يوجد في كل وقت وأن لكل زمن جماله الإبداع والموهبة والعبقرية موجودة في كل جيل المهم دائما توفر المناخ الذي يشجع والذي يرعى ويحتضن مواهب المبدعين ومن عصر إلى عصر طالما حمل الأبناء في مصر جنات الإبداع من أبائهم العظام فصنعوا أيضا بأعمالهم الجديدة زمنا جميلا آخر من هؤلاء المبدعين ضيفنا اليوم مبدع كبير في عالم التأليف والتوزيع والعسف الموسيقي يصفونه بأنه من أفضل من عزفوا في مصر والعالم العربي على آلة الكمان ومنذ بدايته صار ضيفنا على خطى والده الملحن الكبير وحملت أعماله بصمات مؤلف موسيقي انضم مبكرا إلى صفوف الكبار وفي حديثنا اليوم من مصر نسأله أين الأعمال الموسيقية الكبيرة؟ أين الموسيقى على الشاشة والأفلام الغنائية؟ كيف نحفظ التراث العظيم لوالده لنتعرف نحن والأجيال الحديثة عليه عن الموسيقى الحديثة في مصر وعن أحوال الترب والمطربين والعازفين حديث جديد من مصر أهلا بكم